عزيزي المشاهدين طاب صبركم للذهب عزلته الخاصة في كتابات عيسى مخلوف وللصرى بعين لا يبصر بها غيره شاعر يقدم نفسه ناثرا ناثر يصر الجميع على فرادته كصوت شعري متميز أديب لبناني يكتب بلغة شفيفة مجنحة لكنه يشتبك على رهافة لغته مع أكثر القضايا صخبا واشتعالا صاحب عزلة الذهب عين الصراب مدينة في السماء رسالة للأختين الشاعر والكاتب والأديب اللبناني عيسى مخلوف الأديب الشاعر عيسى مخلوف أهلا وسهلا بك في مشارف أهلا بك الأستاذ عيسى مخلوف أنت شاعر يكتب نثرا نثرا خالصا لا قصيدة نثر أعمل كالأشهر عين الصراب كتاب نثري بادخ يتآلف داخله السرد والتأمل والسيرة الذاتية والبحث أنا في الواقع فاجأني أدونيس كقارئ وهو يعتبره نموذجا أصيلا للكتابة الشعرية الجديدة وفي الواقع هذا التصنيف أورثني حيرة أحب أن أبدأ منها هل أصدق أدونيس أم أصدق تجنيس نثر على غلاف كتابك؟ يعني أحب أن أقول إن النثر هنا ينفتح على الشعر يقوله نثرا هذا الكتاب يحاول أن يبطل المسافة بين النثر والشعر ليستطيع أن يقترب من التأمل الفلسفي من الموسيقى من الفنون التشكيلية ومن العلوم أيضا لكن ضمن بنية فنية واحدة هذا ما سعى إليه هذا الكتاب والكتابين والكتابان الآخران الذين تليه هذا الكتاب وهما رسالة إلى الأختين ومدينة في السماء صحيح ومدينة في السماء بالذات يعني يمنى العيد بدورها حينما تصدت للكتاب عن هذا النص اعتبرته نصا مؤرقا لا ينتمي إلى جنس أدبي محدد فهو ليس رواية ولا شعرا ولا سيرة ولا يوميات إنه كل ذلك وخلافه سؤالي هو هذا يعني كيف يكون الكتاب شعرا وخلاف الشعر لأن الشعر لا ينحصر فقط في الكلمات في الأسلوب في البنيان الفني الشعر هو أيضا رؤية عميقة للإنسان للحياة وللعالم هذه الرؤية يمكن أن تطا لعنى في فيلم سينمائي في لوحة فنية نقول هذا العمل ينطوي على شعرية ما هي هذه الشعرية المتوخات أكثر من نظم كلمات الواحدة بالقرب من الأخرى إذن هذه نقطة جوهرية نقطة ثانية في الشعر في النثر العربي القديم يوجد أحيانا من الشعر ما لا نجده في عدد كبير من القصائد المسمات شعرا يعني أن الشعر ليس طريقة كتابة فحسب هو أبعد من ذلك ليس نظمن فحسب ليس نظمن حتى طريقة كتابة يعني مثلا أنا ققارئ عندما أقرأ مئة عام من العزلة لجابريال جرسة مركز أجد فيه في لحظات منه هناك لحظات شعرية عالية لا أجدها في الكثير من القصائد أو حتى في أدب الأدب الياباني مع كواباتا أو مع غيرهما من الكتاب أو الناثرين الشعر هو حالة تنقل هذا البعد الذي أتحدث عنه ما فيها شك ولهذا أموما الشعراء مشغولون بالقبض على هذه الحالات ولكن سؤال شكل أيضا لا ينفصل عن المضمون في الشعر لأن هذه الجدلية الشهيرة جدلية الشكل والمضمون وبعض مشاهدي مشارف الآن لا يتخيلون شكل النص الذي يكتبه عيسى المخلوف لهذا اسمح لي أن أقربهم بالإحالة على جبران خليل جبران لأن نصوصك تذكرني بهذا النوع من الكتاب الذي تلقيناه ليس مع جبران فقط ولكن مع أمين نخلع أيضا وكذا في بدايات الحذاة العربية هذه الوجدانيات ذات العمق التأملي وهذه اللغة الشفيفة الآسرة هل تسمح لي أن أصنفك بسبب هذين العنصرين كاتبا جبرانيا؟ أنا لا أنظر إلى نفسي بصفتي كاتبا جبرانيا عندما صدر هذا الكتاب بلغة فرنسية قال الكاتب الراحل عبدالوهاب المؤدب أن هذا الكتاب هو المرحلة اللاحقة لجبران يعني بوست جبرانيا يمكن أن أجد نفسي في هذه المرحلة إذا اعتبرنا أن معظم الكتابة الجديدة في العالم العربي طالما نتحدث في العالم العربي اليوم أخذت واصطقت ونهلت من الكتاب الذين جاءوا نهاية القرن التاسع عشر مع بطرس البستاني طبعا وبداية القرن العشرين مع جبران أمين الريحاني ومن هم مثلهما يعني في هذا الصياق هناك نقاط التقاء مع جبران ونقاط اختلاف مع جبران نقاط الالتقاء هي البحث عن لغة عربية جديدة تحاكي العصر تشبه مخيلتنا تشبه أفكارنا وتشبه حركة أجسادنا في المكان لغة غير منفصلة يعني عندما جاء جبران بهاللغة الجديدة كانت فتحا في زمانه في وقت كان البعض يكتبون اللغة العربية بشكل مقعر بلاغي جامد حتى اليوم نجد أمثلة من هؤلاء هذا على مستوى التجديد أو الهاجس اللغة على مستوى الفكر الذي يختبئ وراء النص الأدبي والرؤية الفلسفية أنا أختلف تماما مع النظرة الفكرية والفلسفية التي انطلق منها جبران في كتابة جبران خاصة الشق العربي منها الكتابة كانت رومانسية جدا رومانسية فيها كآبة شخصة ضبابية تشبه رسمه الذي أتمنى أن نعود إليه ضبابية هناك جانب من الوعظ فيها أيضا بعكس الشق الإنجليزي مع كتاب حضرقة النبي أو كتاب النبي بالأخص حيث أن اللغة تشفت أكثر أصبحت أكثر صفاء ولكنها بقيت في هذا الإطار الرحاني يعني يقال أن جبران تأثر بنيتشي لم يتأثر بنيتشي فكريا هو أخذ من هكذا تكلم زردشت فقط البنيان سألت المترة حدثنا عن المحبة إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها حدثنا عن العطاء حدثنا عن الثياب هذه التركيبة موجودة في كتاب نيتشي إنما على المستوى الفكري جبران لم ينخرط في الغرب يعني لم يعيش الثورة الفكرية والأدبية وحتى الفنية التي كانت سائدة في تلك المرحلة يمكن أن أعطيك مثل صغير اختصارا يعني للموضوع عندما وصل جبران خليل جبران إلى باريس عام 1908 ليتابع دراسة الفنون التشكيلية بمساعدة ماري هاسكل التي أخذت على عطقها تعليمه في باريس لم يفكر لحظة واحدة أن يلتفت إلى المسار الجديد في الفن التشكيلي يروي عنه يوسف لحويك صديقه في المدرسة الفنية أنه عندما يمرون أمام واجهة تعرض أعمال فنية جديدة كان يشيح بنظره عن الأعمال الفنية المعروضة ويقول لحويك حرفيا هذه الأعمال ستسقط عاجلا أم آجلا لذلك بقي لصيق التجربة الكلاسيكية مع ويليام بليك مع أرجان كاريير وفي نفس الحين بالعكس سنة قبل 1908 كان بيكاسو قد أنجز لوحة هي علامة فارقة في تاريخ الفن الحديث ودشنت صفحة جديدة في عالم الفنون التشكيلية الحديثة هي لوحة أنسات أفينيون فتخيل أن هذه اللوحة التي كانت تحدث ثورة فنية في الغرب عام 1907 بينما جبران كان لا يزال في الفن الرمزي بالأخص في الكارتنات 19 دون أن يلتفت إلى أول واحد هذا بشكل سريع ردا على سؤالك على علاقة جدا وأنا أريد أن أقول بأنه حينما يقرأ حتى على مستوى المضمون والاختيارات الفنية التي تشتغل عليها وتقدمها فعين السراب وغيره يعني فعلا أنت بوست جبرانيست يعني بمعنى أنك لا تقيم في اللحظة الجبرانية وإنما تنخرط في زمنك وفي عصرك ولكن بلغة فيها تلك الشفافية بالنهاية التي جعلتني أحيله على جبران في النهاية يعني هي هذه اللغة تنطلق من مكان يعني هي النثر الشعري إذا جاز القول لأنه في نثر جبران هناك شعرية يعني هناك شعرية تعبر عن نفسها نثرا كما نجد مثلا في الغرب مع شعراء جاءوا في القرن التاسع عشر كتبوا نثرا هو شعر يعني يكفي أن نذكر على سبيل المثال نثر بودلير في كتبه النثرية رينبو في شعره النثري مالارمي مثلا أو لوتريامون إن هي تجارب نثرية إنما النثر الذي يقارب الشعر من زوايا مختلفة ولكن أنا سأترك هؤلاء وسأبقى مع جبران لأنك مثل جبران وجدت نفسك مبكرا خارج قريتك الجبلية في لبنان كنت في التاسعة عشر من العمر حينما هاجرت إلى فينزويلا مؤقثا ريثا ما تنتهي الحال إلا أن الحرب الأهلية مع الأسف تواصلت لخمسة عشر سنة وأنت بقيت هناك ليس في كاركاس وإنما في باريز التي رحلت لها سنتين فقط يعني بعد إقامتك في فينزويلا بعيدا عن بيروت بعيدا عن لبنان بعيدا عن الجبل هل قررت بك الحرب؟ يعني الحرب تغير مسارات البشر كنهر يتجه بشكل محدد وفجأة يقف أمامه حاجز أو سد معين ويغير اتجاهه الحياة هي التي ترسم مسارات البشر وتكيف مصائرهم بحسب مصائرها كنت دائما أردد عبارة وردت في كتاب لمركز أيضا الكاتب الكولومبي في كتاب مخصص عن محرر سيمون بوليفر ففي هذا الكتاب الذي ليس في جمالية كتبه الأخرى إنما هناك عبارة لفتتني بقوة يقول فيها إني أعيش قدرا ليس قدري فأنا لست أدري إذا كنت أعيش قدرا ليس قدري لكني أظن أن الحرب هي جزء من قدر الإنسان على الأرض لأن تاريخ البشرية بشكل عام هو تاريخ قائم على الحروب والحروب هي التي تكتب التاريخ أنا ذهبت إلى فنزولا حيث لي أهل هناك أقارب قال لي أهلي ستمضي إلى هناك يعني تبقى أسبوعين ثلاثة ريثما تنتهي الحرب وتعود الطائرة التي أقلطني من بيروت كانت آخر طائرة تطير قبل أن يكسف المطار ويكفل لمدة ثلاثة أشهر يعني الوقت الزمن مفهوم الزمن في الحرب غير مفهوم الزمن في السلم بعدها عدت إلى بيريس تسجلت في الجامعة حيث تابعت دراساتي الجامعية كلها وبقيت إلى الآن يعني كنت أتمنى أن أعيش في بيروت لأنني أحب كثيرا مدينة بيروت وجدت نفسي في باريس وفي باريس يعني أنا أشعر أنني محظوظ لأن مدينة باريس أيضا هي مدينة أنه لمن يحب الثقافة أو غير الثقافة هي توفر كل شيء لمن يشاء وهي مدينة لا تستنفد يعني بعد كل السنوات التي أنضيتها هناك لا أزال أدهش يوميا وأتعلم يوميا في تلك المدينة أنا سأعود بك من باريس لأن منطقة الحرب لا أريد أن أتجاوزها بسهولة لأنني أحسست بأنها فعلت فعلها في روحك في عين الصراب في أحد نصوص عين الصراب وصفت الحرب بشكل مذهل مؤثر جدا وصفت كيف صار القتل مهنة الجميع وغواية الجميع حتى الكاهن في الضيعة سيحمل مسدسا وسيقف فوق جثة القتلى ليخطب في أهل القرية سنبيدهم وسنهدم بيوتهم فوق رؤوسهم كأنك تريد أن تقول أنه عندما يسود القتل نتحول جميعا إلى قتله وإلى مشاريع قتلى لا شك يعني منذ البداية حتى اليوم عندما تندلع الحرب يتغير معنى الزمان في الحرب ومعنى السلوك الإنساني أنا أعرف جار قريب من بيتنا في حيث كنت أعيش كان لا يتجرأ على ذبح دجاجة ليطعمها لعائلته عندما بدأت الحرب صار يأتي من الجبهة وفي يده كيس من النيلون مليء بالأذان المقطوعة هذا الفيلم الرعب يعني يمكن أن يطالعنا في كل الحروب التي حدثت في أي منطقة من العالم في لحظة الحرب ينكسر النظام العام الذي يوجه سلوك البشر ويستيقظ الوحش في الإنسان ويستيقظ الوحش في الإنسان لأن الوحش كما يقول سيجموند فرود أنه تحت جلد كل إنسان هناك حيوان حيوان مختبئ إن هناك حيوان يستيقظ هذا الحيوان ويريد أن يفعل فعله والحرب هي ككرنفال في الكرنفال مثلا في برازيل يتقنع الجميع ولا أحد يعرف من هو الغني ومن هو الفقير من هو البائس ومن هو الفرح تتقنع في الحرب الناس تتقنع أيضا وتكسر مع الحياة اليومية الرتيبة التلميذ لا يعود يذهب إلى المدرسة يتخلص منها الموظف لا يعود إلى المصرف إذا كان موظفا في مصرف يتخلص من المصرف يعني هناك خروج تحرر من الحياة الرتيبة الكئيبة ليس بالشكل الجبراني طبعا المعذبة حتى في داخل المنزل يعني يعني يمكن أن يكون يعيش صراعات حادة مع من يعيش معهم لكنه مضطر أن يبقى معهم لحظة الحرب هي الكسر مع كل هذه الأشياء فيتفجر الإنسان وينفجر بغرائزه وبطاقاته السلبية كلها مع الأسف الشديد وأنت أشرت إلى كلمة دقيقة جدا حينما تحدثت عن الكرنفال الكرنفال الجانب الاحتفالي ولكن أيضا هناك هذا الافتتان بالموت لاحظ أنني أستعمل لغتك وعنوان كتابك اللي هو في الأصل أطروحة جامعية نقشتها في السربون وطبعتها في باريس كانت بيروت أو الافتتان بالموت هناك لحظة افتتان لأن الشخص الذي يشعر بوعيه أو بلا وعيه حين يقتل أنه يقبض على روح إنسان يعني يحدد مصيره إما يبقى على قيد الحياة أو يموت هو يشعر بهذه اللحظة بالذات أنه أبدي أن الموت أنه يبعد عنه الموت بقتل الآخرين هذه نقطة عجيبة وأنا عندما درست هذا الموضوع يعني ذهبت إلى جملة كبيرة من كتب العلوم الإنسانية لأفهم سؤالا جوهريا لماذا يقدم الإنسان على القطر يعني منذ حكاية قيين وهابي الأخ الذي يقتل أخاه بهذا المعنى إذن مسار البشرية كله ينطلق من القطر إلى أن وجدت خلال درستي للعلوم الإنسانية في جامعة السوربون في باريس والمراجع التي اطلعت عليها أن هناك مسعى أيضا للعنف يعني هناك كتاب من الكتب التي لفتتني قبل أن أكتب أطروحتي بعنوان السلام غير المرغوب فيه لماذا السلام غير المرغوب فيه؟ يعني يكفي أن نلقي اليوم نظرة إلى ما يحدث في شرقنا الحزين في العالم العربي هناك من يغذي الحرب في الداخل والخارج يعني في الداخل نحن نقتل من الخارج وننتحر في الداخل حروب أهلية حروب طائفية إنما هناك في الخارج من يستفيد من هذه المقتلة الكبيرة لأنه بطلوا يعملوا حروب بين بعضهم في الغرب إنما هناك تجارة أسلحة هائلة بالمليارات كيف تأخذ الثروات الطبيعية بالاستعمار كانت تأخذ بشكل معين اليوم تأخذ بشكل أذكى وبطريقة أخرى هناك تغذية لهذه الحروب وفي الوقت نفسه بعد الحرب هناك من سيأتي ويعمر من سيعمر الآخر هو الذي سيعمر نحن ندمر أنفسنا بأسلحة تأتي من الخارج ويأتي الخارج ليعمر هذه المدن التاريخية التي ندمرها بأيدينا اليوم صحيح نحن ندمرها بأيدينا ونتواطأ ضد أنفسنا لأن الأصل فينا هو الغوغائية والآخر يلعب على هذه الغوغائية لهذا نحتاج ربما إلى صوت العلم وصوت المعرفة وصوت العقل ما أحببته في كتابك بيروت أو الافتتان بالموت هو بالضبط هذه القدرة على رصد النوازع التي تدفع الإنسان إلى الموت وطرح سؤال الموت والقتل معقد ولكن انطلاقا من الحالة اللبنانية إنما بتعالي عن التورط في الطائفية معلين من الحالة اللبنانية معقدة طائفيا هذا القدرة على أن تطرح السؤال الطائفي ولكن بمبضع الجراح الذي لا يتورط في غوغائية القلق والشباك الطائفي والحسابات الطائفية طبعا لأنني انطلقت من لبنان انطلقت من العنف الذي جرى في الحرب الأهلية لأفهم ما هو ميكانيزم محرك العنف في كل مكان وفي كل حرب تحدث في العالم هذا كان هو الهاجس الأساسي معرفة أبعاد العنف لماذا يتحول الإنسان إلى وعش بشري يقتل شبيهه بالضبط هذا هو الأخاه في حالة قبيل وهابيل ولكن شبيهه هو أخوه دائما غير هذا الحذر الذي ألمسه فيما تكتبه حويا الخطابات الحدية والارتياب من الاستفافات العمياء هو الذي جعلك تنبه في مقدمة كتابك تفوحة الفيردوس إلى أن الحرب التي تشن في الآوينة الأخيرة على الإرهاب بنزعتها الانتقامية وخطابها المتطرف تبدو كأنها الوجه الآخر لما تعمل على محاربته لا شك يعني يكفي أن نرى كيف تم الرد على العراق بعد اتهامه بحيازة أسلحة كيموية والطريقة التي عمل بها الشعب العراقي والعراق ككل يعني أنا ما يفاجئني اليوم ويفاجئ أظن نسبة كبيرة من الشعب العربي الواعي لما يحدث حاليا في عالمنا العربي اليوم هو هذه الاستباحة الهائلة لمنطقة من العالم لا تنتمي فقط إلى الشعب العربي وإنما هي جزء أساسي من الحضارة الإنسانية ككل هذه المدن التاريخية يعني دمشق، حلب، بغداد، الآن في اليمن، بيروت كل هذه المدن التي تشكل جزء من الإرث الإنساني يعني هناك ولدت الكتابة، ولدت الحضارات الأولى، الحضارات السومرية، حضارات بلاد ما بين النهرين والحضارات في الهلال الخصيب في سوريا يعني كل هذه الأماكن التي تتدمر أمام أعيننا هذه المدن التاريخية الأقدم في تاريخ الإنسان التي تتدمر والتي يتدمر فيها بقايا تتدمر فيها بقايا الآثار الموجودة منذ آلاف السنين والتي لم تتمكن منها لا اجتياحات المغول ولا اجتياحات التتار ولم تتمكن منها الهزات الأرضية يعني رأينا ماذا فعلوا بتمثال السور المجنح الذي كان له من العمر تسعة آلاف سنة في المكان نفسه هناك قوة أقوى من الكمبلة النووية تتحرك داخل المجتمعات العربية اليوم هي وليدة الجهل الأعمى وليدة الأمية، وليدة التخلف، وليدة البطالة، وليدة الفقر وليدة هذا العالم العربي يقهر وليدة مشاكل لم يجد العالم الحديث حلولا لها يعني مثلا الصراع العربي الإسرائيلي هو إحدى هذه المشاكل الكبرى التي ولدت كل هذا الكبت وهذا العنف الداخلي لأن هذه القضية معلقة منذ الأربعينات من القرن الماضي حتى اليوم وهناك من لا يشاء أن يوجد لها حل عادل في المنطقة يعني هناك مجموعة قضايا معقدة مركبة جعلت هذه المنطقة من العالم تعيش المأساة الكبرى التي يعيشها الإنسان العربي اليوم صحيح، وبالتالي صار هناك حتى الذين لا يستطيعون الاستمرار في تنفس هواء طبيعي وسط كل هذا الدمار يفكرون في الهجرة، الهجرة كقدر، الهجرة كاختيار أريد أن أختم بمسرحيتك عن الهجرة قدام باب الصفار الليل كان طويل، العمل الذي كتبته لنضال الأشقر قدمتم المسرحية في مصرح المدينة على خشبة مصرح المدينة في بيروت قبل عشر سنوات يعني في ظل هذا الوضع وفي ظل هذا العنف وهذا العالم العربي باحتراباته مدت عن الهجرة خصوصاً وأيضاً كيف قاربت الهجرة في هذه المسرحية خصوصاً الهجرة اللبنانية التي تبقى فريدة ولا نظير لها في كل العالم العربي يعني هذا الموضوع كجميع المواضيع التي طرحتها كل موضوع منها يستحق حلقة قائمة بذاتها حتى نفي الغرض منها سأكون موجزاً قدر المستطاع في هذا الموضوع الشاسع هناك من يهرب من المكان بسبب الضائقة المالية هناك من يهرب بسبب الحروب يسعى عن واحد سلام في مكان ما تستقبله في العالم يعني نحن نهرب لعدة أسباب اليوم في العالم العربي أولاً كنا نتحدث منذ قليل عن ما يحدث هنا ما صنع مجد الحضارة العربية والإسلامية هو عاملان أساسيان العقل مع أبن رشد وأمثاله والجماليات الفن الذي أعطته هذه الحضارة والموزع الآن في معظم كبريات متاحة في العالم يعني يكفي مثلاً إذا جئت يوماً إلى باريس وذهبنا إلى جناح الفن الإسلامي في متحف اللوفر أن نقف أمام منحوتة واحدة إناء واحد سمونه باتستير سينوي لأنه عمدوا فيه أحد الملوك فرنسا هذا الإناء النحاسي يختصر بجماليته وبالحسابات الجيومترية الموجودة فيه جزء مهم من الحضارة العربية والإسلامية ماذا يحدث الآن؟ الآن نحن ندمر هذه المكتسبات التي صنعت هذه الحضارة باسم الإسلام وباسم الحضارة العربية والإسلامية يعني نحن يصبح الإسلام رهين بين أيدينا نقتل بسم الله الرحمن الرحيم وهو يصبح المتطرف يقتل باسم الإسلام يعني هو يشوه الدين ويشوه أريد أن أقول البعد الروحي والإنساني فيه وندمر العقل نطرد المثقفين الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت عدة دول عربية لاحقت المثقفين هربتهم دفعتهم إلى الهجرة ونقتل كل ما له صلة بالإبداع والفن إذن نحن في مرحلة جد دقيقة إما نهاجر هربا من هذا التطرف الذي يسود للأسف اليوم أو نهاجر وراء لقمة العيش في لبنان بدأ يسافر اللبنانيون وأهل سوريا بشكل عام يعني الساحل السوري هربوا من الأتراك أولا جاءت المرحلة في المرحلة العثمانية لذلك في فنزويلا أو في الكارة الأمريكية اللاتينية اسمهم بأتراك توركو توركو سلعن هن يأجوا من المجال العثماني الامراتورية العثمانية هيدول هربوا من الحرب وأيضا هربوا لتأمين لقمة عيش كريمة في هذا الصدق أنا عشت في فنزويلا ورأيت أمام عيني هؤلاء الناس الذين ذهبوا وكيف عانوا وإلى أي مدى عانوا هناك هذا جانب من الهجرة اليوم هناك هجرات في العالم لم يعد للهجرة المعنى الذي كان لها في القرن التاسع عشر أو في مطلع القرن العشرين مع ثورة الاتصال والمواصلات اليوم يسافر لا أظن أن هناك عائلة كلا ما تجد عائلة في العالم لا يوجد فيها عنصر أو عنصران مثلا سافروا تركوا المنزل العائلي وسافروا إنما هناك هجرة طوعية وهناك هجرة قصرية للأسف العالم العربي من أفريقيا للعالم العربي كله يعني الهجرة تكون الآن هجرة قصرية وهي تشبه الاقتلاع الذي أنا عشته عندما كان لي من العمر 19 سنة أنا أنا بالمناسبة أشوف وقت البرنامج عملياً انتهى وأنا طرحت عليك سؤال الهجرة وجبت قدام باب السفارة الليل كان طويل العمل مصرحي لماذا تتكلم عن الهجرة الآن بكل هذه الجدية وأنت تقاربتها بمرح يا أخي في مصرحيتك لأنه يعني كنت أمام خيارين أو أن أتحدث بشكل مأساوي وهي مأساة لأنني عاينت بعدة دول من أمريكا اللاتينية وفي نيويورك حتى هي مأساوية قلت يمكنني أن أوصل الرسالة من خلال السخرية أفضل بكثير من أن أوصلها عن طريق الترجيديا ولقد وصلت بهذه الطريقة أحب أن أضيف كلمة واحدة عن الهجرة هنا إذا سمحت تفضل يعني أنا أحيانا عندما أهاجر من فرنسا أو من أي دولة غربية اليوم في العالم إلى أي بقعة من العالم الثالث وخصوصا من عالمنا الذي يعيش البؤس والعنف الذي يعيش اليوم لا أشعر أنني أسافر من بلد إلى بلد آخر يعني أسافر في الجغرافيا وإنما أسافر أيضا في الزمن أشعر أنني أسافر من القرن الحادي والعشرين إلى القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد يعني المشاكل المطروحة العلاقة بالمرأة العلاقة بالمواطن الحقوق الأولية للمواطن غير الموجودة ببعض أنحاء بلداننا هذا الشيء غريب عن العالم المعاصر اليوم وهذا سبب من أسباب الحروب صحيح هذه ملاحظة موجعة ولكن أنا لا أنسى أن عيسى مخلوف هو أيضا رجل اشتغل كمستشار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الفترة التي كتبت فيها مدينة سماء عن نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت المغرب اليوم لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة الذي سينعقد في ديسمبر المقبل وخلاله سيتم لأول مرة اعتماد ميثاق عالمي للهجرة كمهتم بموضوع الهجرة كمستشار سابق في الأمم المتحدة هل أنت متفائل بهذا المؤتمر؟ لا شك أنا مع هذا النوع من المؤتمرات لأن هناك جانب من الهجرة لا بد من التركيز عليه اليوم لا يوجد أكثر من الثقافة لأنه أمام البربرية هناك التعليم نظام تربوي وتعليمي سليم وحديث والثقافة ليس ثقافة العنف إنما الثقافة المنفتحة التي تقبل بالاختلاف وتقبل بالآخر وتريد أن تتفاعل معه بالإضافة إلى كل ذلك الهجرة عندما يسافر الإنسان من بلد إلى بلد هذه فرصة أولى وأولية للتفاعل مع بقية الثقافات يعني عندما نتحدث عن الحوار بين الثقافات هذا مجرد شعار لا يمكن أن يستقيم حوار بين شعب وشعب بين الثقافة وثقافة إذا لم يكن حوارا متكافئا أي حوار يمكن نحن أن نقيم بيننا من جهة وبين مجتمعات تصرف جزء مهم من ميزانياتها للبحث العلمي ونحن لا نزال في 0.0123 في البحث العلمي بالوقت لإسرائيل التي يعتبرها العرب عدوة لهم تصرف 4.7% للبحث العلمي وهناك دول عربية سرية جدا تعطي البحث العلمي أقل من 1% إذن الحرب ليست بأسلحة الحرب اليوم هناك اقتصاد المعرفة هناك ثقافة المعرفة الثقافة التي تجير للتنمية يعني في فرنسا يبنون صرحا سياحيا أو ثقافيا إنما تتحول الثقافة جزء من الفعل التنموي تدخل في عجلة الاقتصاد هذا ما نسعى وما نفتقد إليه في عالمنا العربي لندخل العرب بالحضارة المهاجر يمكن أن يكون في صدارة هذا الحوار بين الثقافات وبين الحضارات الذي يخرج من المغرب من لبنان من العراق من أي دولة عربية يصبح كل شخص مننا سفير بلاده ليس فقط بالمعنى الوطني والوطنية إنما بالمعنى الثقافي وبمعنى الانفتاح على الثقافات الأخرى التفاعل مع الاغتناء منها وإغناءها وهذا ما نتمنى من هذا المؤتمر أن يحول الهجرة إلى فرصة وليس إلى مشكلة وبالتالي هذا يحتاج منطقا آخر كلمة أخيرة لذلك بهذا المنطق منطق العمل على البحث عن الجانب الإيجابي للهجرة والمهاجر نبتعد عن العبارة التي قالها يوما جون بول سارد عن المنفى لأننا نحن نشعر بمنفى أحيانا داخل أوطاننا للأسف يقول إن المنفى الحقيقي ليس حين ينطق للإنسان من بلد أو من وطن إلى وطن آخر غير وطنه هو حين يضيع مكانه في العالم يعني أسوأ شيء أن يضيع الإنسان مكانه في العالم يعني هو غريب في بلده لذلك يستقل هذه المراكب المطاطية ويلقي بنفسه في البحر المتوسط الذي تحول للأسف في العقدين أو الثلاثة الأخيرة للأخيرة إلى أكبر مقبرة في التاريخ نحن مع الهجرة التي كما سبق وقلت المنفتحة المغذية التي تجعلنا جزءا من الحضارة ومن شعب مشعوب تعيش تحت شمس هذا العصر ونحن كنا سعداء بقضاء هذه اللحظات تحت عين استراب وفي مدينتك التي في السماء الشاعر والأديب والكاتب اللبناني عيسى مخلوف شكرا على تلبيتك دعوة مشاري شكرا ياسين عدنان وشكرا للمستمعين أهلا وسهلا بك وأنتم أعزائي عزيزاتي شكرا على كرم المتابعة دمت لكم مصرة القراءة وصداقة الكتاب إلى اللقاء